طبعا في كل صفحات الكتاب المقدس يمكن مسكورة أكتر شيء لا تخف في العهد القديم وبالذات في سفر إشعياء بس برضو منشوف لا تخف برضو في الصفحات العهد الجديد حتى آخر سفر في الكتاب المقدس اللي هو سفر الرؤية نعم مسكورة مرتين في سفر الرؤية مرة قالها اليوحنة لما شاف في جزيرة بطمس وشاف الرب يسوع المسيح في منظره القضائي المخيف المرعب يوحنة اللي كان بيتكئ على صدر المسيح خاف من منظر المسيح القضائي فصار كمية عند الجريل فالرب مد يده لي يومنا على يوحنة قاله لا تخف ليه ما يخفش قاله ما تخفش لأن أنا الأول والآخر وأنا الحي وكنت ميتا وأنا حي الأبد الأبدين ما تخفش أنا المهي من المسيطر المضحك قالها مرة تاني لملاك كنيسة سامرنة في رؤية ثلاثة الكنيسة المتألمة قاله مش لما تخفش قاله لا تخف البتة ما تخفش أبدان طب متألمين قاله ما تخفش لأن يعني بحب أقول لأن زمن الديئة زمان محدود هم عشر تيام مش حيبقوا تسعة لا ما يبقوش تسعة حداشر لا هم عشر لأنه حسبها بالإتقان شغله هيكمل في عشر تيام تسعة شغله مش حيكون كامل حداشر نجزي التعبير زي ما بيقول في مصر الطبخة تتحرق فهو هم عشر تيام فما تخفش طبعا في الكتاب المقدس يعني العبارة مذكورة عدة مرات يعني مثل ما ذكرت فيه بالجمع فيه بالمؤنث فيه بالمذكر فيه بالمثنى كل هذه التعبيرات هي لا تخف لأنه عفوا فيه وراها وعد وفيها بركة كمان الله بيتكلم فيها لأي شخص بيذكر كلمة لا تخف نعم طبعا أكيد يعني رح تأخذنا في جولة اللي يعني نتعرف على كلمة لا تخف لا تخف من إيه وهذا أكيد رح يكون مشجع لنا ومشجع كمان للمشاهدين يعني لو حبينا نتطبع الكلمة دي طبعا ممكن نعمل لها يعني نحطها في بقاط فمثلا في الكلمة في إنجيل متى 8 مرات جاء 8 مرات مثلا للنساء لا تخافي جاية 14 مرة مثلا بس ألفة نظر أول مرة اللي هاجر لما لها لا تخافي يهاجر ليه ما تخافش هاجر ابنها حيموت قال لها لا تخافي يا هاجر لأن الرب سمع لصوت الغلام حيث هو إلهك بيسمع صوت عيل صغير بيبكي إيه ده الجمال ده الرب طيب وإحناين كده بيشفق على اسماعيل وهو بيعيط آخر مرة قالت للنساء قال لها لا تخافي يا مريم لأنك وجدت نعمة عند الرب في النص مثلا اتقال لأرمالة صرفة صيدة لا تخافي ليه ما تخافش ده هي هتموت هي وابنها اللعن بيستعمليلي كعكة صغيرة أنا أولا وما تخافيش ليه؟ لأن أنا إن خد الرب خد نصيبه كوار الدقيق وكوز الزيت مش حيخلصه تأكل لغاية ما الرب يبعث مهطر على وجه الأرض فده بالنسبة للنساء 14 مرة بالنسبة مثلا في إنجيل خلينا أقول في كتابات لؤة يعني كتابات لؤة يعني إنجيل لؤة وسفر الأعمال مذكورة لا تخاف بالمفرد سبع مرات خمسة في الإنجيل مرتين في السفر الأعمال بالجمع لا تخافوا ثلاث مرات في الإنجيل وكل مرة منهم من العشر مرات دولة الرب بيقول لا تخاف وبعدين يدي الحيسية الكلام ده طبعا مش اللي تقلت لهم الكلمة في الإنجيل ده الكلام ده الوعد يلينا احنا فكأن الرب بيوجه لنا ميسج في الأيام اللي احنا كلنا خايفين فيها يقول لا ما تخافش ما تخافش أنا صبعا الأجواء تخوف وما فيش مشكلة إن الإنسان يلاقي نفسه خايف مش مشكلة ولا حاجة بس الخوف اللي يرميني على ربنا الوبار طائفة ضعيفة لكنه يجري لما يلاقي الأسد جاي يجري استخبه ده خوف صحي أنا خايف لأن أنا غلبان وضعيف وتعبان وما قدرش أواجه مشاكل أوكي طب فيه واحد كبير وعظيم يعني يعني يرغب أن يسمعني وقادر أن يخلصني طب أروح له فالخوف اللي يدفعنا عن ربنا حل وخاصة لكل مرة روح له وأنا خايف يقول لي ما تخافش لأن ويددي الوعد يهو شفاة خاف خاف طبعا وبوليس خاف وبطرس خاف والأطقياء وإبراهيم كان خايف لكن ليش مشكلة الخوف الوحش اللي خليني محبط ويأسان وفشلان ومعنديش رجاء وعنديش أمل لا إحنا دينا إله عظيم موجود وعنده كلمته أميرة ليه سلطان وبيدي حيسيات ليه ما روح لهش موسيقى